اشتركوا في القناة يوم الاحد ثلاثة وعشرين اتنين القمر موجود في الدلو ورح ينتقل للحوت ورح يكون في منزلة المؤخر هاي المنزلة لها تأثيرات الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر طبعا احنا الان في فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا من يوم امس اتنين وعشرين ورح يستمر لغاية صباح اليوم صباح ثلاثة وعشرين هو مستمر من الساعة اربعة وثمان دقائق بتوقيت غرينيش صباحا ورح يستمر لغاية الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت غرينيش لنهار هذا اليوم ثلاثة وعشرين هذا يعني انه الفترة من الان لغاية الصباح هاي فترة خلوه المسار هذا يعني انه الفترة هاي لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح يكون استقر وبدأ يعمل اول زوايا ساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينيش صباحا رح يكون القمر صار بالحوت تماما عشان هيك التأثيرات الكاملة رح تصير على جميع الابراج او علينا كام ككل ورح تستمر طبعا هاي تأثيرات على طول الشهر لانه القمر رح ينولد في نفس الحوت فعشان هيك منلاقي انه شهر هاد بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا الروحانيات الطاقة الانيرجي الاحساس الحب المشاعر الناحية الفنية ولكن في لها بعض السلبيات نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز في موضوع معين ممكن نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير نجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضرفوا الدموع بعيد عن عين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن نقع في حبال الغرام عادي بسهولة جدا ويصير عنا حب وغرام وعشق في الفترة هاي بدون سابق انذار بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء للتصوير يعني الامور اللي لها علاقة في التعبدية والروحانية والفنية والرومانسية الشغلات اللي مثل هيك طبعا هذا التأثير لما يكون القمر موجود في القمر بعطينيها ولما بنولد القمر في نفس البرج يعني بعطينا تأثيرات البرج على طول الشهر كامل اول زاوية رح تكون موجودة وتأثيرها مباشر علينا هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش بعد الظهر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وبرضو ممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض طبعا رح يكون هذا الاشي ايجابي اما بالنسبة للزاوية الثانية والاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والشمس اللي هي بمعنى ولادة القمر يعني بمعنى اخر انه الفترة اللي بنولد فيها القمر هلال او ببدأ بداية الشهر رح تكون هاي في تمام الساعة ثلاثة واحد وثلاثين دقيقة مساء يعني عند المغرب تقريبا بتوقيت جرينيش بخلق هذا الاتصال عندنا نوع من حالة عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار ومما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين طبعا فيه اشخاص اللي بيعرفوا في جداوى العلم الفلك بيجبوا لك لا ما هو يوم الثلاثة يعني يوم ثلاثة وعشرين في زوايا كثيرة لسه في زاوية بين القمر والمريخ وفي زاوية بين الزهرة والمشتري انت ليش محكيتش عنهم هدول الزوايا انا بحكي عن الزوايا من بداية الحلقة لغاية الحلقة القادمة فالزوايا اللي بتصير ما بعد الحلقة تبعت الغد انا ما بحكي فيها فانا بقسم الحلقة يعني بعتبر انه بداية النهار عندي انا بتبدأ من الحلقة اللي انا بنشرها فعشان هيك هاي بداية النهار والحلقة القادمة بتكون بداية النهار القادم فعشان هيك الزوايا اللي بتصير في مدار الحلقة القادمة أنا ما بذكرها أنا بعرف إنه في زوايا ولكن أنا ما بذكرها لأنه في الحلقة القادمة رح أذكرها طبعا القمر لما بكون في الحوت يعني خلوه المسار القادم رح يكون يوم 25 اثنين رح يكون في تمام الساعة 2.11 دقيقة بتوقيت جيرينتش عصرا وباستمر حتى الساعة 6.46 مساء بتوقيت جيرينتش بانتقل بعدها القمر لبرج الحمل عمر القمر القمر الآن هو اختفاء الهلال عمر 29 ورح يصير عمره 30 يوم الساعة 4.18 دقيقة بتولد الهلال يعني كنسبة إضاءة من الهلال ساعة 4.18 دقيقة صباحا بتوقيت جيرينتش ببلش أول شعاع من الهلال يظهر فعشان هيك منكون دخلنا في يوم واحد نسبة الإضاءة صفر مزاج الكواكب لهذا اليوم وتحركاتها وانتقالاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى 20.3 المزاج السعيد القمر في الدلو والحوت لغاية 25.2 مزاجه منتحس عطارد في الحوت حتى يوم 4.3 وبعدين هو في عملية التراجع وبعدين برجع للدلو يوم 4.3 المزاج منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي مزاج سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد ببلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي ومزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر بين الأصدقاء أما في ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر إلى صحتكم هيك توقعات القمر خلينا نشوف قارتك الفلكية إيش بتحكيلك طبعا البيوت اللي ما في عليها أي تأثيرات أنا ما رح أذكرها وما رح أذكر أنه هاي البيوت إلها تأثيرات أو ملهج تأثيرات أنا بدي أذكر اللي هي التأثيرات اللي واضحة تماما عايش رح يتركز معك هذا النهار وإيش التحذيرات لهذا النهار أول إشي رح أتطلع أنا على أول بيت رح يكون في تأثيرات هو بيتك الثالث في عندك شوية تناقلات خلال هذا النهار عندك بعض الاتصالات في بداية النهار ممكن تكون اتصالات إيجابية اللي عنده امتحان أو عنده سفر اليوم بده يحذر أثناء تنقلاته ما بده يتهور ما بده يتسرع ما يعتمد على الحظوظ إذا كان عنده امتحان عندك شوية سرعة بديها لكن لا تعتمد عليها اعتمد على أنت عايش جاهز بالنسبة لبيتك الرابع في شوية اتصالات إيجابية ممكن بعض اللقاءات مع الإخوة أو الجيران ممكن شوية بتعطيك دافع لبعض التحسينات أو التعديلات أو الاهتمامات أو الديون المنزلية أو الالتزامات المنزلية علاقة بأحد أفراد الأسرة ممكن يكون عندك نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لعواطفك اليوم في نوع من أنواع العواطف الجياشي عندك حابب أنك أنت تطلع وتتحرك ولكن اللي بحذرك منه اللي هي النزوات حاول أنه أنت ما تغامر لا بسمعتك ولا بتنقلاتك ما تخاطر لأنه في نوع من أنواع السلبية ممكن أنها يتأثر عليك حاول أنك أنت تحب وتتصل بحبيبك ولكن بدون ما أنك تتهور بأي شيء ممكن يأثر على سمعتك أما بالنسبة لبيتك السادس في عندك كثير من الاهتمامات اليوم أو عندك التركيز على العمل في نقاط معينة حاول أنك أنت تنجزها بشكل إيجابي بدون ما أنك أنت تتهور وبدون ما أنت تأجل عملك وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه تأثيرات على السمعة واضحة تماما ممكن اليوم تتعرض لبعض المشاكل حاول أنك تمسك عصابك ما في داعي للمشاكل مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل أي انتقاد ممكن يولد نوع من أنواع المشاكل الحادة تتطور وممكن تأذي سمعتك فحاول أنك ما تجازف في أي مخالفة للقوانين أو مغامرة ممكن إنها تضرك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه عندك كثير اليوم من اللقاءات مع الأصدقاء ولكن عنصر العصبية عندك ممكن يخلق لك نوع من أنواع المشاكل بينك وبين صديق أو بينك وبين أحد المعارف في علاقة اجتماعية فحاول أنك أنت تمسك حالك وتمسك عصابك ما في داعي للتهور لأنه ممكن تخسر صديق وصعب أنك أنت ترجع تتصالح أنت وياه إذا تصرفت معاه بنوع من العصبية بالنسبة لبيت متعبك أنا شايف أنه شوي بيضغط على الناحية السلبية فعشان هيك أي ضغط خلال هذا النهار حاول أنك أنت تتفاداه طبعا هو بيسحب من طاقتك بيخليك ما عندك قدرة على إنجاز كثير من العمال ممكن يلعب شوي على الوضع الصحي عندك يتعبك صحيا يظهر لك بعض الأوجاع حاول أنك أنت ترتاح وحاول تهتم في نفسك إذا شعرت بأي شيء بحاجة لاهتمام طبيب فبطلب منك أنك أنت تراجع طبيبك اليوم وما تتأخر لأنه يعني أنت بحاجة للرعاية الصحية برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا عمل بدأتم فيه من قبل في ساعات الصباح تلتقوا الأصدقاء هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف نظرة على الخارطة الفلكية على أهم البيوت اللي فيها تحركات وإيش بتعطيه خلال هذا النهار أنا شايف بالنسبة لبيتك الثاني يعني فيه نوع من أنواع الدعم المالي خلال هذا النهار اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي ممكن اليوم يحققوا بعض الإنجازات أو بعض المردودات المالية ممكن يصير فيه عندك نوع من الاهتمام بالفوترة أو فيه ترتيب لبعض الديون أو السداد أو ترتيب الوضع المالي ولكن بدكوا تحذروا من النفقات أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدعمك في التنقلات والسفر والاتصالات واللي عنده امتحان اليوم رح يبدع فيه كثير منك اليوم رح يكونوا نشطين في عدة تحركات عندكوا كثير من الاتصالات واللي عنده انتحان برضو رح يكون مبدع فيه عندكوا سرعة بديهة عالية في قدرة التواصل وإقناع الغير بوجهة نظركم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل بينك وبين أخ أو جار أو أحد أفراد العائلة برتبط مع البيت الرابع بشوف أنه فيه نوع من أنواع التواصل العائلي أو اللقاء العائلي أو الاجتماع العائلي لطرح موضوع معين أو فكرة معينة أو حل مشكلة معينة ممكن يصير فيه عندك بعض الاهتمامات في عملية بيت جديد أو أنك ترحل على بيت جديد أو تشتري بيت جديد أو أنك ترجع على بلدك الأم كنوع من أنواع العاطفة أو كنوع أنك أنت مصر على عملية التنقل هاي أو السفر يعني الأمور البيتية شوية الأمور مستقرة الحظ بدعمك من خلالها أما بالنسبة لبيت العواطف أنا شايفه للعاطفي خالي تماما اليوم ما فيه أي نشاط بالنسبة لبيتك السادس شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال بدك تنجزها ممكن تتراكم عليك بعض الأعمال ولكن أنه أنت عندك قدرة هائلة على إنجازها ممكن اللي بده يقدم لعمل أو لوظيفة جديدة يقدم اليوم طلب وممكن يكون لصالحه فيه نوع من الأنواع الاهتمام لصحتك أو لبعض الأمور الرعاية الصحية فيه ممكن يكون اهتمام لصحتك أو صحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك العاشر اللي هو بيت السمعة فبدي أحذرك اليوم من أي مغامرة أو مجازفة ممكن أنها تأثر على سمعتك أو ممكن أنه يكون حدا بيأثر عليك بطريقة سلبية فتنفعل أنت فتتأثر بكلام أو بشيء يمس سمعتك حاول أنك تكون حذر ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين هذه أهم النقاط وما تدخل بأي نقاشات حدي بينك وبين زملائك أو رؤسائك في العمل وحاول تنجز أعمالك بدون أي تأخير أو مماطلة أو أنك تتأخر عن عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك كثير من التحركات بالعلاقات الاجتماعية أو اللقاءات الودية أو علاقات على مستوى المعارف للعلاقات العامة ممكن أنه شوي يدعموك في مسألة معينة أو تستشيرهم في قضية معينة فبكون الأمر لصالحك وممكن يساعدوك في أمر أو مشكلة حل مشكلة فتكون النتائج إيجابية ولكن بدك تحذر أنه اليوم بيت المتاعب عندك عالي بنسبة المشاكل أو بالخطر فعشان هيك بدك تحذر صحتك بدك تراقب وضعك صحيح أنه ممكن يكون عندك نوع من أنواع الإحباط أو الملل أو عندك بعض التوععوكات الصحية بتجيك بشكل مفاجئ اهتم بوضعك وبصحتك وما تيأس حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنه إذا شعرت ببعض الوهن أنك أنت تراجع طبيبك أهم شيء أنه ما تخلي العمل يتراكم عندك حاول أنك تنجز الأعمال اللي عليك بشكل كامل وحاول أنك أنت ما تتأخر أو تتغيب عن عملك لأنه هذا الأمر رح يأثر عليك بشكل سلبي من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب عليه أن يستعد بشكل جيد في ساعات الصباح بتنشطه في اتصال أو في سفر بعيد وبتنجحه في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية اليوم عندك كثير من التحركات شخصيتك اليوم فيها نوع من الحيوية والطاقة حابب أنك أنت تتحرك وتنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار شايف أن تحركاتك اليوم باتجاه المال يعني في عندك بعض الأمور المالية أنت حابب أنك أنت ترتبها أو تعمل لها نوع من أنواع الاستعداد أو عملية خطة بديلة إذا صار ضغط مالي أنك أنت كيف تتفادى بالفترة القادمة يعني اهتمام مالي كامل اللي بيعملوا في مجال العمل الإضافي اليوم بيحققوا إنجازات منيحة أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدعمك بشكل كبير بالتنقلات والاتصالات والنقاشات والمقابلات وطرح سلعة معينة أو فكرة معينة عندك كثير من النشاط اليوم حتى بوصل لتعاونك مع أخ أو مع جار أو مع علاقة من الناس المقربين لا إلك وممكن يصل الاهتمام على حسب بيتك الرابع على مستوى العائلة في أحد الوالدين في أب أم أخ أخت يعني الإشي المقرب حتى ممكن يكون في أحد الأبناء ممكن يكون فيه عندك نوع من الاهتمام بالداخل البيتي أو بالشأن المنزلي إما أنك أنت تشوف بيت لترحال أو أنك أنت تفكر بالرجعة أو العودة لبلدك الأم ممكن يكون فيه عندك نوع من الاهتمام بتغيير شكل البيت أو ديكور البيت أو شراء بعض النواقص للبيت يعني فيه عندك نوع من الالتزام البيتي أو التفاهم مع أحد الأبناء أو زوجتك أو حبيبتك مثلا بنوع من المصالحة أو ترتيب الوضع للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الخامس فبيت العاطفي والحب يعني شوي بعطيك نوع من أنواع الطاقة العاطفية بدعمك بشكل إيجابي بالحب وممكن شوي هيك يكون عندك بعض الأفكار للنزوات أو للمرح أو للمغامرة حاول أنه أنت ما تغامر كثير لأنه بيت متعبك شوي ضغط عليك بيسبب لك شوي ضغط سلبي فممكن يأثر عليك بشكل سلبي ما في داعي للمغامرات أما بالنسبة لبيتك السادس فراح يكون في عندك اهتمام على مستوى عملك لكن بدك تنتبه أنه يتراكم عندك العمل خلال هذا النهار حاول تنجز كل الأعمال المترتبة عندك في نوع من الاهتمام الصحي فيك أو بأحد الأحباء حاول أنك إذا كان الوضع بتعلق فيك أنه أنت تراجع طبيبك إن شعرت بأي توعقات صحية أما بالنسبة لبيتك التاسع فبضغطك من ناحية السفر والاتصالات البعيدة فممكن تشكل لك هذا بعض الخلافات مع ناس خارج البلاد أو مع المؤسسات التعليمية مثل الجامعة مثلا أو في محكمة أو من خلال تنقلاتك وسفرياتك حاول أنك أنت ما تعتمد على الحظ نهائيا حاول أنك تتعامل بنوع من الدقة يعني بمعنى آخر إذا عندك سفر حاول أنك تروح قبل موعد الطيارة حاول تتأكد من كل أغراضك حاول إذا عندك محكمة أنك تجهز كل أوراقك يعني لا تعتمد على الحضوض وأنها بتترتب لحالها لا ما بتيجي لحالها أنت اللي بدك تهتم فيها أما بالنسبة لبيت السمعة فشايف أنا أنه في إنجازات على مستوى العمل اليوم واهتمامات على مستوى زملائك بالعمل وعلى مستوى رؤسائك بالعمل ولكن في نوع من الضغط ممكن يحتد نقاش ما بينك وبينهم أو مشكلة ما بينك وبينهم فأهم إش أنك ما تتعصب والثور وتخلق مشكلة ما إلها داعي بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 حاول أنك ما تفرض علاقتك على أصدقائك ولا سلطتك عليهم ولا تحاول تتحكم فيهم ولا تحاول أنك تسيء إلى أحد المعارف لإلك لأنه ممكن إساتك هاي تخلق نوع من الفجوة وتعمل نوع من أنواع الإنفصال ما بينك وبينهم ممكن هذا الأمر ما يرجع بيوم ويومين ممكن يأخذ لها فترة طويلة يعني خلاف طويل الأمد أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ضاغط فعشان هيك يعركس على البيت الأول ففي بعض الأوقات بتحس ما عندك طاقة أو نفس لإنجاز الأعمال ممكن تحس بنوع من الوهن أو التعب ممكن أنه تحس بنوع الأوجاع أو المرض حاول أنك أنت تستشير طبيبك إذا لا تحاول أنك تتأخر عن دوامك ولا تحاول أنك تأجل أعمالك لأنه إذا تراكم العمل عندك ممكن هذا الإشي يسبب لك نوع من المشاكل أنت بيغنى عنها خلال الأيام القادمة برج السرطان تفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعة الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك طبعا اليوم نفسيتك أحسن من يوم أمس في عندك بعض الأمور لها نوع من الاهتمام ممكن تهتم في شخصيتك أو تهتم في شكلك أو في حيويتك شايف أنه الاهتمام رح يكون هو في ساعات النهار أكثر أما بالنسبة للوضع المالي ففي ساعة النهار رح يكون عندك اهتمام في عملية فوترة أو عملية جدولة حسابات أو أنه أنت تعرف ترتب أمورك المالية بشكل جيد ولكن بدك تنتبه أنه المال ما رح يجيك إلا إذا أنت سعيت لإله وخصوصا اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي في نوع من المصاريف رح تكون متركز عليك هذا النهار حاول أنك أنت ما تصرف فلوسك بالاتجاه الغير صحيح أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدل على أنه في عندك كثير من التحركات والنشاط اليوم نوع من الاتصالات ممكن عندك مقابلة أو مناقشة أو نوع من الامتحانات حاول أنك أنت تنجز بشكل إيجابي الوضع بساعدك ولكن حاول أنه ما تعتمد كثير على الحدث والحظ حاول تعتمد على جهدك الشخصي أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فبيحكي أنه في نوع من أنواع التعاون أو الاهتمام بصحة أحد المقربين وممكن أنه يكون نوع من الاهتمام بينك وبين أخوتك أو بين داخل المنزلي هذا لترتيب بعض الشؤون المنزلية ممكن يكون مع أخ أو أب أو أم أو حتى ابن أو حتى زوجي فممكن يصير الاهتمام على مستوى إما ترتيب البيت أو بعض المشتريات اللي نواقص للبيت وممكن حتى بتغيير البيت أو أنك تفكر في عملية الترحال أو ممكن أنه إذا أنت مسافر تفكر للعود إلى أرض الوطن أو البيتك الأم بالنسبة لبيت العواطف فارغ تماما ما في أي تأثيرات بالنسبة لبيتك السادس أنا شايف أنه في عندك كثير من النشاطات اليوم على مستوى العمل ممكن في منكو بقدم على عمل أو بسعى لأمر إلو علاقة بالعمل الأمر مش بقوة الحضوض الكاملة ولكن أنه بساعدك في هذا الموضوع حاول أنك أنت ما تتهور ما تراكم الأعمال عندك ما تشتت حالك وتحاول أنك تحمل أكثر من عمل مع بعض ركز على إشي معين على أساس أنه أنت تعمل إنجازات كاملة بالمهم بعدين الأهم أما بالنسبة لبيتك الثامن فشايف عندك شوية حضوض موجودة فيه على مستوى القروض أو على مستوى الاهتمامات المالية البنكية أو المصرفية أو تعويضات من تأمين أو من شركات خارجية فحاول أنك أنت تهدي عصابك شوي وممكن يكون عندك امتحان أو سفر أو تنقلات خلال هذا النهار حاول أنك أنت تهتم أنه ما تركن على الحضوض حاول أنك أنت تكون في موعدك أثناء السفر ما تحاول أنك أنت تقول والله بتيجي لحالها أنا هيني طالع والطيارة بتستناني لا الطيارة ما بتستنك ممكن يصير معك أي شيء يأخرك إذا عندك امتحان جامع اليوم رح تبدع فيه وإذا عندك قضية قضائية رح تكون شيئا ما دعم لإلك يعني النقاط خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر وهذا اللي أنا أبدأ حذرك منه تقريبا بشكل أوسع أنه حاول أنك أنت ما تتهور ما تعمل أي شيء ممكن يسيء لسمعتك لا تخالف القوانين ولا تدخل بمشاكل ولا تحتد ولا تتدخل في شؤون الآخرين حاول تمسك حالك أنت إنجز أعمالك ما تخلي أعمالك هاي تتراكم عليك ما تخلي الأمور أنها تفلت من السيطرة علاقتك مع زملائك ومسؤولينك خليها طيبة ما تحاول أنك تحتد وتدخل بمشاكل معهم لأنه ما في داعي للمشاكل خلال هذا النهار لأنه في نوع من أنواع الضغط عليك في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف أنه اليوم علاقاتك الاجتماعية إلا هدور واسع علاقاتك ومعارفك ممكن يتدخلوا لحل مشكلة معينة أو تستغلهم في مسألة معينة أو تعتمد عليهم أنهم يساعدوك في مهمة معينة الوضع إيجابي جدا دعمك وممكن يدعموك بشكل واضح أما بالنسبة لبيت متاعبك فبرضو برجع بحذر بيتك السمعة وبيت المتاعب ضغطات عليك فعشان هيك ما في داعي للمغامرات ولا المجازفات خلال هذا النهار ولا التهور ولا التسرع انتبه من أي شيء لأنه بيأثر على سمعتك وممكن يتعبك بتلاقي أنه في بعض الأوقات خلال هذا النهار أنه ما عندك طاقة فيه نوع من أنواع الوهن ممكن تشعر بالتعب حاول أنك تستشير طبيبك وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة من فترة لأخرى خلال هذا النهار اهتمه بصحتك حاول أنك ما تتأخر عن عملك ولا تغيب عن عملك لأنه هذا الإشيء رح يأثر عليك بشكل سلبي برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم في ساعات الصباح تنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك أنا شايف أنه اليوم كل النشاط بيكون عندك من البيت الثالث عندك كثير من التحركات خلال هذا النهار كثير من الاتصالات والتواصل ممكن التعارف على أشخاص جدد ممكن حل مشاكل لبعض الأشخاص ممكن امتحان ممكن سفر قصير أو تنقلات كثيرة لو كان في نقاش اليوم أنت رح تكون مبدع فيه سرعة بديهتك بتساعدك عندك حدث عالي جدا ممكن تستغله اللي عنده امتحان رح يبدع خلال هذا النهار في نوع من الاهتمام بمشكلة لأحد المقربين لا إلك ممكن أخ أو جار أو أحد الأفراد العائلة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه كثير من الأعمال عندك بتحاول أنك أنت تنجز بعض الأمور أو تتواصل مع أشخاص لطرح فكرة بإلها علاقة بمشروع معين أو فكرة معينة أو عمل جديد بدك أنت مساعدين أو ممولين يدعموك في هذا الباب حاول أنك تتحرك وتستغل هذا النهار إذا عندك حب لوظيفة أو حابة بتقدم لوظيفة بتقدر تستغلها بشكل إيجابي أهم شيء أنه ما تخلي أعمالك تتراكم عليك وحاول أنك تنجز المهم فالمهم حتى لو اشتغلت لساعات إضافية بالنسبة لبيتك السابع يعني شايف ما فيها الشراكة الكثيرة أو موضوع العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية ولكن أنه في بعض الاهتمام في أمور الشراكة المالية والعاطفية ممكن تهتم يا في شريكك يا في شريكتك في مسألة معينة أو ممكن مشكلة عند الطرف الثاني أنت بتحاول تساعده فيها أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت القروض والديون ممكن اليوم تبلش تفكر بأخذ قرض أو سلفي أو دين أو أنك أنت تتواصل مع أحد المؤسسات الداعمة بشكل خاص بالأمور المالية يعني ممكن شركة تأمين أو شركة لها علاقة بالمستردات المالية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بحذرك إذا عندك سفر اليوم أو عندك امتحان أو قضية قضائية فحاول أنك تهتم وما تعتمد على الحضوض هذا البيت سلبي تماما ما في أي اعتمد للحضوض يعني ممكن أنت يتأجل أو تلتغي سفرتك ممكن يصير عندك مشاكل أثناء السفر ممكن يصير عندك خلل في الامتحان أو في مناقشتك في المؤسسة التعليمية ممكن تتشاحن أنت وأحد الطلاب أو أحد المدرسين حاول أنه أنت تمسك عصابك إذا كان عندك قضية قضائية اليوم حاول أنك تروح بالوقت ويكون معك كل أوراقك ما تعتمد على الحضوض نهائيا في هذه البيوت أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك نوع من أنواع العلاقات اليوم رح تستغل علاقاتك ومعارفك ممكن تطلب مساعدة من أحد المعارف أو تستشيره في مسألة معينة فينجدك أو يساعدك أو يشور عليك إيش تعمل في نوع من الاهتمام اليوم في العلاقات الخاصة أو العلاقات العامة نحن بنحكيها يعني نوع من أنواع التواصل مع الأفراد اللي أنت تعرفهم أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت المتاعب ضاغط عليك شوي ممكن تشعر ببعض التوعقات أو بعض التراخي أو بعض الإهمال أهم إيش أنك ما تراكم عملك وما تهمل عملك ما تتأخر عن عملك ما تغيب عن عملك وحاول تهتم بصحتك حاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ راحة من وقت لآخر برج العدراء واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا إلى العمل بأي عمل جديد في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم المالية والعاطفي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك اليوم شخصيتك شوي فيها نوع من الحيوية في عندك نوع من الاهتمام بنفسك وبشخصيتك بشكل قوي وعندك اهتمام بالأمور المالية ممكن أنك تفكر في نوع من الفوترة أو ترتيب أمورك المالية أو نوع من أنواع كيف أنت ترتب المستحقات المالية أو المطالبات المالية بحيث أنك أنت تكون آمن ممكن يصير عندك نوع من المردود المالي من خلال عمل إضافي أو بشكل هبة أو دعم خارجي أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدعمك في التنقلات والاتصالات حاول أنك ما تعتمد كثير على سرعة بديتك لازم تكون منطقي وعقلاني وواثق من الشيء اللي أنت بتقدمه إذا كان عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد وأثناء ترقلاتك ما بدك تغامر وما بدك تندفع وما تتهور في عندك اهتمام في الأجهزة الإلكترونية أو في شيء له علاقة بالأجهزة المواصلات والاتصالات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه عندك كثير من الأعمال أهم شيء أنك ما تخليها تتراكم عليك حاول أنك تنجز المهم فالمهم إذا عندك يعني رغبة أنك تتدم لعمل فاليوم مناسب لهذا الموضوع وممكن يجيك نوع من أنواع الأخبار إلها علاقة بالأعمال أو طرح فكرة أو مشروع مستقبلي أنت تتوجه له حاول أنك تهتم في صحتك شوي بالنسبة لبيت الشراكي المالي والعاطفي فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط اللي ممكن يسبب لك خلاف مع أحد الشركاء ممكن شريكتك بالعاطفي أو شريكك بالعاطفي وممكن أنه مع أحد الأشخاص اللي بيشتغلوا معك بالنظام الشراكي الكامل أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه مع بيتك السابع بقول لك ما توقع على عقود ولا توقع على أي شيء له علاقة بالشراكة حاول أنك أنت تهتم في الأمور هاي أو تأجلها لقدام شوي حاول تدرس البنود أو تدرس المشروع مرة أخرى عسى أنه يكون فيه نوع من أنواع الخلل يكون بضور فيك في المستقبل بالنسبة لبيتك الثامن فحاول أنك تحافظ على ممتلكاتك ومقتنياتك من الضياع حاول أنك أنت تكون مركز أكثر ما تخالف القوانين وما تدخل في مواجهات قانونية حاول أنك أنت تمسك أعصابك أو مع رجال القانون أما بالنسبة لبيتك التاسع فارغ تماما بيتك العاشر ما يعطيك أي شيء لا سلبي ولا إيجابي بيتك 11 بدعم نوع من العلاقات الشخصية عندك ممكن يصير عندك نوع من التواصل مع بعض الأصدقاء يساعدوك في مسألة معينة أو يدعموك في مسألة معينة أو تستشيرهم في قضية معينة بتأرقك حاول أنك أنت تهتم في هذا الموضوع بشكل إيجابي ويهتم فيهم بشكل إيجابي إذا وجهت إليك دعوة لمناسبة أو لحفلة لب النداء اليوم لأنه في نوع من أنواع ممكن يكون التكريم إليك أو هدية أو ممكن إيجابي على تساؤل عندك أو على أمر بأرقك اليوم تلاقي له جواب بالنسبة لبيت متعبك ضاغط عليك احذر من أشخاص بتتأمر عليك بالخفاء أو بدك تحذر أنت من أي تراخي خصوصا من ناحية عملك ما تغيب عن عملك أو تتأخر حاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم حاول أنك أنت تتعامل بلطف بدون عصبي وتوتر لأنه أي انفعال ممكن يسبب لك مشاكل أنت بيغنى عنها بالفترة هاي ويضغطك للفترة القادمة ويسبب لك مشاكل ما بتتخيل حجمها فعشان هيك بقول لك دير بالك من مجازفي ومخالفة القوانين ومن العصبية أهم إشي والتسرع برج الميزان بتظل العاطفي قوي لديكم وبميل أحباكم للتجاوب معكم انتبهوا لصحتكم في ساعات ما بعد الصباح هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف البيت الثالث عندك كثير من التحركات والاتصالات اليوم في منكم ممكن يكون عنده انتحان أو مقابلة أو ممكن يكون عنده سفريات أو تنقلات أو ترويج لسلعة معينة أو لاتجارة معينة اليوم رح يكون بشكل إيجابي لإلكم في نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران وفي نوع من أنواع الاتصالات على مستوى البيت إيجابية ممكن أنت تهتم في بعض الأعطال المنزلية أو ترميمها أو تصليحاتها ممكن شراء شيء للبيت هذا أو تفكر أنت في استئجار بيت أو شراء بيت أو أنك أنت تفكر بالعودة أو الحنين لأرضك الأم أو بيتك الأم ممكن أنت في الغربة وحانا أنت ترجع لبلدك بالفترة القادمة أما على مستوى بيتك الخامس فأنا شايف أنه كثير من الأجواء العاطفية عندك أنت رومانسي زيادة اليوم عندك عاطفة زيادة جياشة ممكن بتفكر في حبيب أو بتفكر في مشكلة معينة صارت بينك وبين الحبيب بتراجع في نفسك ممكن يكون في نوع من الاتصالات أو المصالحات بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار وممكن يتفكر في رحلة أو طلعة أو نوع من أنواع النزهة أو نوع من أنواع الترفيه أهم شيء بيتك السادس بحذرك من الاندفاع من نوع من أنواع الإهمال في عملك بدك تنتبه لصحتك بشكل منيح ما تخلي أعمالك تتراكم عندك حاول تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال المتراكمة لأنه إذا تركتها معناته رح تتراكم معناته رح يصير عندك مشاكل في مجال عملك وبيت متعبك شوي بحذرك من الأمور الصحية فعشان هيك رح تلاقي أنه اليوم أنت ما عندك طاقة فيه نوع من أنواع التوترات فيه كثير من الأشياء شاحنيتك بالطاقة السلبية حاول أنك أنت تتخلص منها وحاول أنك أنت تنجز الأعمال المهمة وما تتأخر على دوامك ولا تغيب عن دوامك لأنه ممكن يأثر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر فعندك اليوم نوع من أنواع ليه اهتمام مع زملائك في العمل أو مع رئيسك في العمل وممكن يتوجه لك عمل جديد أو يمتحنوك في أمر جديد أو ينتدبوك لعمل جديد حاول أنك تكون جاهز وتستغل هذه الفرصة لأنها رح تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الوضع إيجابي وعندك نوع من أنواع التواصل مع أحد الأصدقاء أو مع مجموعة من المعارف أو شخص بتعرفه أنت ممكن يساعدك في مسألة معينة اليوم رح يدعمك هذا بشكل إيجابي وممكن يجيك دعوة يتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة وممكن أنه يجيك نوع من الهدايا أو التكريم أهم شيء أنك تنتبه لصحتك وتراقب أعمالك لأنه هاي أكثر نقطتين سلبيات ممكن تتعرض لهم مرج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم في ساعة الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أن بيتك الثالث هو اللي رح يكون في نوع من أنواع الإيجابية والدعم بحركك باتجاه إلو علاقة بالتنقلات والاتصالات والامتحانات نوع من التواصل مع أحد الإخوة أو الجيران في نوع من التسويق أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية ممكن أنهم ينجحوا خلال هذا النهار الوضع إيجابي بالإجمال في كل ما ذكرناه بدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فبيصير تركيزك على مسكنك على الاهتمام في أمور بيتية ممكن في أحد الإخوة أو الجيران أو أحد أفراد العائلة أو الأبناء أو الزوجي حتى ممكن بعض الأعطال المنزلية بتطلب منك أنك أنت تضع بعض الحلول لإلها ممكن بتفكر في سكني جديد أو أنك ترحل على بيتي جديد أو بتفكر في شراء أو اقتناء أشياء لها علاقة في المنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فأنا شايف أنه شوي في نوع من الحدية في التعامل ممكن يصير في خلاف ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم فحاول أنك أنت ما تكبر الأمور وما تخليها توصل لمرحلة أنه ما يكون فيه رجعة حاول أنك تمسك أعصابك من الانفجار أو أنك أنت تحتد لأنه رح يتسبب لك كثير من المشاكل حاول أنك ما تغامر وما تجازف بسمعتك حاول أنك تحافظ على نفسك بدون مغامرات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه عندك كثير من الاهتمامات اليوم تهتم بأمور أقلها خاصة بالأعمال وبالصحة ممكن تراقب وضع صحي إلك أو لأحد أحباك أما بالنسبة لبيتك التاسع ففي البعض منك اللي عنده سفر أو عنده انتحان أو عنده تنقلات أو قضية قضائية اليوم بكون الأمر لصالحكم في هاي المجالات واللي عنده امتحان ممكن أنه يقدم بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه في عندك أمور إلها علاقة بالدعوات والمناسبات أو علاقة مع صديق أو لقاء مع صديق ممكن يساعدك في مسألة معينة ممكن أنت تطلب المساعدة من صديق ويكون الأمر إيجابي فحاول أنك أنت تستغل علاقاتك بالشكل الإيجابي ممكن في البعض منكم ممكن يحصل على دعوة أو تكريم أو على حضور مناسبة معينة ويصير من خلالها إيشي إيجابي لا إلك بالنسبة لبيت متاعبك بيضغطك صحيا وبيوترك وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقصير في الأعمال فعشان هيك بدك تحذر من التأخير أو الإجازة أو التغيب عن عملك لأنه هذا الضغط بيأثر بشكل سلبي عليك فحاول أنك أنت تتلافى أي انتقادات لأن هذا بيت المتاعب بضر فيك بشكل مباشر وخصوصا من بعض المتآمرين أو الحساد اللي ممكن أنهم يتآمروا عليك بالخفاء برج القوس من يتقدم لامتحان يجب أن يركز جيدا في ساعات الصباح بتفضل الأجواء البيتية والعائلية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أنه اليوم عندك اهتمام مادي ممكن أنت بتفكر في فوترة أو أمور إلها علاقة بالجدولة أو إلها علاقة بالسداد الديون حاول أنك أنت تهتم في الأمور هاي وترتبها بالشكل الصحيح ممكن اليوم يجيك بعض الأموال من عمل إضافي أو هبا أو هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والنشاط ممكن يكون عندك نوع من أنواع الامتحانات في حظ داعم لإلك وحليفك في تنقلاتك واتصالاتك وحتى اهتماماتك ممكن تدخل بنقاش تكون مقنع جدا ممكن توصل الرسالة للشخص اللي أنت بدك إياه بطريقة سهلة لأنه عندك قدرة على الإقناع أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه الاهتمام البيتي ممكن يكون مشكلة أو خلاف أو ممكن أنت تصاعد خلاف معين ممكن يصير فيه نوع من أنواع الجدال الداخلي في البيت هذا فيسبب نوع من التوتر حاول أنك تمسك عصبيتك أي شيء طارئ على مستوى البيت من أعطال أو خراب أو تلف بعض الأمور بتطلب اهتمامك ممكن تكون في بعض المصاريف المنزلية على مستوى بيتك السادس فأنا شايف أنه فيه عندك نوع من الاهتمام بالعمل وبعض الالتزامات أعمال متراكمة بتحاول أنك أنت تنجزها خلال هذا النهار ممكن يوقلك عمل معين ويتطلب منك أنك أنت تعمل لوقت إضافي أو تبدو الجهد عالي في عملية إنهاءه فيه نوع من الاهتمام على مستوى الشراكي المالي والعاطفية ممكن عندك مشروع أو فكرة معينة ممكن ينطرح عليك مشروع أنك أنت تبادر في عملية دراسته أو عملية أنك أنت تدور على شريك معين أو تساهم في تطوير شركتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الاهتمام رح يكون على مستوى الشركات الكبيرة أو المسؤولين الكبار فحاول أنه علاقتك مع زملائك تكون إيجابية مع رؤسائك في العمل برضو نفس الشيء اللي حابب يقدم للشغل أو للعمل مع مؤسس كبيرة فهذا يوم مناسب لكم يا موليد القوس أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم علاقاتك الاجتماعية بأوجهة ممكن يتوجه لك دعوة أو تلتقي بصديق صدفي أو يتم الاتصال ما بينك وبين صديق للاستفسار عن مسألة معينة أو أنه يساعدك في مسألة معينة أو ممكن هم اللي يبادروا في مساعدتك في مشروع أو في شيء ضاغط عليك بالفترة الماضية ممكن يتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة وتكون سارة وإيجابية أما بالنسبة لبيت متعبك فشوي بيضغط على صحتك شوي بيجعل في نوع من الوهن أو التعب عندك بيظهر لك بعض الأوجاع حاول أنك تهتم بصحتك شوي لو احتاجت لطبيب استشير طبيبك وحاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لإلك لا تخلي الأعمال تتراكم هاي ولا أنه أنت تقصر بأعمالك حاول أنك تنجز المهم من الأعمال وحاول أنك تخلد للراحة برج الجدي اتجنبوا شراء أي شيء أو أي حاجة ثمينة خففوا من النفقات في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أول شيء بالنسبة للمشتريات فأنا شايف الخارطة الفلكية يعني هذا توقع القمر خلينا نشوف الخارطة الفلكية لأنه يعني شوي هاي الأمور شايف على مستوى المشتريات أنه عندك اهتمام للفوتر أكثر إي شيء عندك نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأمور المالية الطارئة اللي بتظهر على الساحة حاول أنك تمسك أعصابك في أثناء ترتيبها حاول أنك ما تنفعل رتب الأمور بشكل إيجابي وحاول أنك أنت ما تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث فالتنقلات اليوم رح يكون فيها نوع من أنواع صعوبة بدك تحذر أثناء التنقلات وتنتبه وما في داعي للتهور بدك تركز منيح ممكن يصير فيه نوع من الأعطال أو الحوادث الطفيفة أثناء التنقلات حاول أنك أنت تفحص سيارتك بشكل إيجابي حاول أنك تركز على أجهزة الاتصالات والمواصلات لأنه ممكن تتعرض للأعطال أو لبعض الاهتمام فيه نوع من أنواع الحدية بعلاقة بين أخ مع أخ أو مع جار أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة لبيتك الخامسة اهتمامك العاطفي عالي خلال هذا النهار حابب أنك أنت تخرج وتتحرك بإتجاه الترفيه يعني نوع من أنواع تغيير الجو واهتمام بالحبيب الزياد أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف عندك اليوم الأعمال يعني ممكن أنه تكون شوي كثير ولكن عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك صحتك يعني جيدة شيئا ما بتقدر أنت تركز على نوعية من العلاجات طب البديل أو المكملات الغذائية أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه بدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية وعندك قدرة على ابتكار شيء معين لتطوير الأعمال على مستوى الشراكي أو بعلاقتك مع شريكك بالعاطفة أو بالعمل شوي طاقتك بتكون ضعيفة ولكن أنه عندك قدرة على الإنجاز أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك كثير اليوم من التفكير بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التنقلات ممكن يكون عندك امتحان جامعي أو يكون عندك نوع من الاهتمام بمسألة قانونية أو قضائية رح تنجزها على أكمل وجه وأي شيء له علاقة بالمحاكم أو بالقضاء بيكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم علاقتك مع المسؤولين أو زملائك بالعمل بأوجهة ممكن يوكلك اليوم عملي جديد أو أنه تكرم أو تمدح على إنجاز عمل معين أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم مش كثير الاتصالات والتنقلات بالنسبة للعلاقات الاجتماعية ولكن في ساعات المساء ممكن يتوجه لك نوع من أنواع الدعوة أو نوع من أنواع دعوتك لمناسبة معينة أو لحفلة فيكون الأمر إيجابي ممكن يصير تدخل من صديق أو من معرفة لمساعدتك أو نجدتك في هذه الأيام خصوصا من بعض الضغوطات المالية أو المشاكل بنطاق العمل أو حتى بالوضع العام فممكن تلاقي مساعدة في هذا الباب أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور شوي ضغطة عليك لدرجة أن الأعمال هاي ممكن تكون كثيرة لدرجة أن أنت بتفقد السيطرة على نفسك وعلى عصابك حاول أنك تأخذ نفس وحاول أنه ما تخلي الأمور السلبية تسيطر عليك بشكل كامل حاول تنجز الأعمال الممكنة لإلك حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وما ترهق نفسك زيادة وراقب صحتك أي شيء عرضي ممكن يجيك يعني حاول أنك إنت لو يعني استلزم الأمر أنك إنت تستشير طبيبك فاستشير طبيبك برج الدلو يعني أنتوا نشطين مع هيك ما تبادروا إلى عمل جديد بل وسط ما بدأتهم به من قبل يعني في ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف بالنسبة لإلك البيت الأول بدعم شخصيتك ونفسيتك بساعدك في أمور كثيرة حاسس أنه شوي عندك نوع من الحيوية عندك ثقة كاملة بنفسك بتقدر تتحرك باتجاهات كثيرة خلال هذا النهار أو بتدعمك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في ضغط عليك من ناحية المالية في كثير من المصاريف حاول أنه إذا انضغطت مش تروح تصرف فلوسك بمكان غير مناسب ما تحاول أنك تصرف اليوم بأشياء ثمينة لأنه ممكن تكون أنت مش بحاجتها هاي المصاريف لزيادة اللي ما فيه الهداعي ما تحاول أنك أنت تغامر بهذا الاتجاه كثير من النفقات وكثير من المصاريف وكثير من الالتزامات المالية أنا شايف خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنت نشيط وعندك اتصالات كثيرة ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة أو مناقشة أو إقناع بوجهة نظرك اليوم كل اللي أنا ذكرته هذا رح يكون إيجابي ولا صالحك يعني رح يكون فيه كثير من التحركات عندك فيه نشاط عارم أما بالنسبة لبيتك الرابع وجزء من بيتك الثالث فأنا شايف أنه فيه برضو الاهتمامات العائلية إلا هدور كبير والنصيب كبير من تفكيرك خلال هذا اليوم رح تهتم فيه كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالبيت ممكن إنه شراء بيت أو تزبيط أو تصليحات أو شراء أثاث أو نواقص للبيت يعني مصاريف بتهتم فيها على المستوى المنزلي أو من يخص المنزل من عائلة من أخ أب أم جار أخت يعني شيء له علاقة بالمنزل وفي منكم ممكن يحن لأرض الوطن أو يفكر فيه الرجوع بسفرة أو إجازة لها علاقة ببلد والأم أما بالنسبة لبيتك الخامس الأمور العاطفية في أوجها بتفكر في الأمور العاطفية كثير اليوم ممكن يكون فيه عندك لقاءات أو اتصالات عاطفية ممكن مصالحة وممكن أنك تفكر فيه قروجة أو فسحة أو نوع من الترفيه والمرح البيت السادس بيدعمك صحيا وبيحاول أنه يساعدك في إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار حاول أنك تستغلها لتدعيم عمالك ووظيفتك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو برضو بسعبك في المصالحات وطرح فكرة معينة أو مشروع جديد أو مناقشة أمر إلو علاقة بالشراكة المالية والعاطفية خصوصا ممكن تعاون ما بينك وبين الشريك أو مصالحة ما بينك وبين شريكك ممكن شريكك العاطفي هو زوجتك أو زوجك أما بالنسبة لبيتك الثامن فاللي يبدو قرض أو دين اليوم ممكن أنه يطالب فيه أو يطلب قرض من خلال بنك أو أي جهة بتساعده في هاي الأمور حاول أنه أنت تحافظ على مقتنياتك ما تداين حدا في هذا اليوم إذا إلك الديون بتقدر تطالب فيها حافظ على مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اليوم عندك كثير من السفر أو العلاقة مع الدول الخارجية أو مع أجانب أو ممكن مؤسسات تعليمية أو شيء له علاقة بالجامعات أو المحاكم القضائية فهاي كلها اليوم في نوع من الاهتمام فيها حتى ممكن دراسة لغة جديدة أو الاهتمام بشيء له علاقة باللغات أو الحضارات أو الشغلات اللي مثل هيك فيه تركيز على الأمور الفلسفية والدينية والنقاشات في الأمور هاي حاول أنك أنت تكون إيجابي ما تكون محتد مع الطرف الثاني أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه شوي يعني فيه نوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء أو اللقاءات مع الأصدقاء وممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن لقاء بعض الأصدقاء أو الاتصال في بعض الأصدقاء لمساعدتك أو معاونتك في مسألة معينة أو بطلب استشارتهم أما بالنسبة لبيت متعبك فشوي بيضغط عليك صحيا لدرجة أنه أنت بتحس في بعض الأوقات أنه أنت عندك نوع من أنواع التعب أو الإرهاق حاول أنك أنت ما تجد حالك زيادة حاول أنك أنت تراقب وضعك ما في داعي للمغامرات ولا المجزفات خلال هذا اليوم لأنه بيت المتاعب يعني بيعمل نوع من أنواع المخاطر اللي بتأذيك وبتأذي سمعتك فعشان هيك أي شيء بيأذي النوعين هدول حاول أنك تتجنبه خلال هذا النهار ولا تخلي أعمالك تتراكم وحاول أنك ما تتأخر عن عملك وحاول أنك تنجز الأعمال الموكلي لا إلك برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد إليكم نشاطكم المفقود هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا اللي شايفه أنه بيتك الأول يعني فيه طاقة سلبية عالية موجودة فيه بتضغطك نفسيا وبتضغطك لدرجة أنه أنت بتفقد الثقة حتى في نفسك حاول أنك تشحن حالك بطاقة معينة سأيجابية حاول أنك أنت تخرج وما تستسلم لهاي الطاقة السلبية اللي موجودة حاول تشحن نفسك بثقة بالنفس أعلى من الطاقة الموجودة هاي لأنه الوضع يعني بتطلب هذا الأمر أما على مستوى بيتك الثاني فأنا شايف أنه عندك كثير من الحضوض أو الأفكار اللي إلها علاقة بسداد الديون أو الالتزامات المالية فحاول أنك أنت ترتبها بالشكل الصحيح وحاول أنه أنت ما تصرف فلوس في المكان الغلط أو أنك تفرغ عن غضبك أو عن نفسك أنك بترفع عن نفسك تروح على المشتريات فتصرف فلوس ما إلها داعي في خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدعمك بالسفر والتنقلات والامتحانات وممكن أنه اليوم يكون في عندك نقاش معين مع أشخاص أو مع شركة معينة أو تحاول تقنع أشخاص بفكرة معينة فاليوم إيجابي ولصالحك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه فيه برضو اهتمامات منزلية إلها علاقة بالأهل أو بالعيلة إلها علاقة بالبيت ممكن بصيانة بيت أو بترتيب بيت أو مشتريات لهذا البيت حاول أنك أنت تنجزها بدون أنك ما تلتزم بالتزمات ممكن أنها ترهقك حاول أنك تتعامل بلين وبعطف مع أهلك المقربين لإلك وممكن أفكارك اليوم إذا أنت كنت في الغربة أنه تلاقي عواطفك جياشي باتجاه وطنك أو منزلك أو عيلتك أو أقاربك وتحاول أنك تتواصل أنت وياهم أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم يعني عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال المكللة لإلك رغم أنه في نوع من أنواع التراخي حاول أنك تنجز وما تلتهي عن إنجاز أعمالك وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه اليوم مستوى الشراكي عالي جدا فممكن اليوم عندك فكرة معينة لطرح موضوع معين أو فكرة معينة أو مشروع معين يساعدك ويساهم في كثير من الأمور اللي ممكن تنشي لك خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه عندك اهتمامات اليوم بالقروض أو بالديون أو بالأمور اللي إلها علاقة بالشؤون البنكية ممكن برضو الطالب في نوع من التأمين أو شيء إلو علاقة بالمؤسسات تاعة التأمين أو الضرائب يكون إلك اهتمام عليها برضو اللي إلو دين على أشخاص معينين اليوم بقدر يطالب فيك وممكن يجيكوا دعم من أشخاص أنتم ما كنتم متوقعين أنهم يدعموكوا في خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك نشاطات اجتماعية كثيرة عندك لقاءات مع الأصدقاء مش رح تكون زي الفترة الماضية ولكن ما زالت موجودة ممكن يتوجه لك دعوة لمناسبة أو لها حضور حفلي حاول أنك تدعم وضعك الاجتماعي خلال الفترة هاي وتستغل الفرص الاجتماعية لأنه ممكن تساعدك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيت متعبك فأنا شايفه ضاغط بشكل كبير في ناس بتحاول أنها تكيد لك أو تتآمر عليك وممكن أنت بتعرف هدول الأشخاص حاول أنك أنت تتجنبهم حاول ما ترهق حالك بالأعمال خلال هذا النهار وما تخلي أعمالك هاي تتراكم اشحن نفسك بنوع من أنواع الطاقة وإذا حسيت أنه عندك بعض التعب الجسدي أو النفسي حاول أنك أنت تستريح ولكن إذا كان تعب صحي بدك تستشير طبيبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء المترجم للقناة